بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعيني كرام و اهلا وسهلا على كل اللي بيسمعني الى اول مرة معكم الصفاء غناتة يتيوك اللي بيسمعني الى اول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعل القرس حابة عرفوني في غناة ثانية اسمها يتيوك معرفة اه اشترك في القناتين وفعل القرس في القناتين كي يصل لكل محتوى القناتين يمكنكم نوصولها إلى القناة الثانية ممكن تكتف البحث يوتيوب ستظهرها في القناتين أو ممكن تفتح هذه القناة يوتيوب أسفل الفيديوه عند الصفحة الرئيسية أسفل الفيديوه ستجدوا القناة الثانية يوتيوب معرفة ادعمونا في اشتراك ومتفعلكم للجرس للقناتين فضلا وليس أمرا لو عجبك الفيديو أعلم أننا اللايك كومنت حلو للقناة إكراما منك أعلم أننا كومنت حلو للقناة اليوم حل الأنتج ساد 27 لغة عربية سنة أولى متوسط وضعية إدماجية أو يعني تعبير كتابي يارب تعجبكم الوضعية هنا أنا أطلب أحد المتابعين يريد هذه الوضعية عندنا مرت بك مجموعة من النصوص حول الحياة العائلية تفعلت معها وانتفعت منها اكتب نصا بلغة سليمة تتحدث فيها عن حقيقة العلاقات التي تجمع أفراد الأسرة مستخدمة النمط السرد وموظفة للناعة الحقيقي وأفعالا بأزمنة مختلفة مع احترام علامات الوقف يعني هنتكتب هنتحدث عن العلاقات التي تجمع بين أفراد الأسرة حقيقة العلاقات التي تجمع بين أفراد الأسرة وكمان هنستخدم في الوضعية نمط السرد هيكون في هذه الوضعية جزء من السرد هنذكر بعض المؤشرات النمط السردي ونوظف يجب أن نوظف الناعة الحقيقي يعني الناعة الحقيقي وأفعال بأزمنة مختلفة أفعال ماضية أو مضارعة أو غيرها مع احترام علامات الوقف يجب أن نلتزم بعلامات الوقف اللي هي علامات الترقي دينا سرد أحداث جلسة عائلية برئاسة الجدة يا رب تكون هذه الوضعية اللي أنا كتبتها هي المطلوبة قبل كتابة الوضعية إذا أخذتم الوضعية تأكدوا جيداً أن هذه هي المطلوبة عندي مقدمة مؤخراً تغيرت حياتنا وتغيرت أسليب ونمط الحياة بسبب الاختلاف الكبير بين جيل الأمس بسبب الاختلاف الكبير بين جيل الأمس وجيل اليوم والذي نتج عنه مشاكل كبيرة يعيشها المجتمع جيل الأمس جيل الأمس متمسك بكل الثقافات القديمة والموروصات جيل الأمس متمسك بكل الثقافات القديمة والموروصات وحريص كل الحرص على التقاليد الجميلة التي نشأوا عليها وأما جيل اليوم نجع في ظل التقدم والانفتاح الاجتماعي والثقافي الواسع فرفض التقاليد والموروصات القديمة فرفض التقاليد والموروصات القديمة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انتشر بشكل واسع فرفض التقاليد والموروصات القديمة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انتشر بشكل واسع وأصبح جزءا لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه هذه التكنولوجيا والتطورات جعلت الأسر والعائلات تبتعد عن ترسيخ القيم والمبادئ حتى نسوا الصهرات العائلية التي يجتمع فيها أفراد الأسرة وكذلك نسوا مصاحبة الجيران وزيارة الأقارب وغيرها الكثير نكمل أتذكر ذات مرة عندما كنت صغيرا أتذكر ذات مرة عندما كنت صغيرا حكت لنا الجدة ونحن متحلقون في دائرة لنستمع إلى حكاياتها الشيقة أنه كان هناك جار يعيش مفرده ماتت زوجته ماتت زوجته وتركه أولاده ولم يأتوا إليه حتى لزيارته ولا يوجد تليفون ليطمئنوا عليه ولكن جيران الأمس قاموا بمساعدته على قضاء حوائجه اليومية وقدموا له يد العون ولم يتركوه إلا أن توفاه الله هؤلاء هم جيران الأمس أما جيران اليوم لا يفتح بابه ليسأل عن جاره إن كان مريضا أو فقيرا أو معوذا إن الالتزام بالصهرات العائلية له دوره مهم في غرس القيم والأخلاق الفاضلة والعيش في حضن العائلة ختمة كده إن الالتزام بالصهرات العائلية له دوره مهم في غرس القيم والأخلاق الفاضلة والعيش في حضن العائلة أضع نقطة التعبير يبدأ بياض وينتهي بنقطة يارب تكون حل هذه الوضعية تكون مكتوبة بطريقة صحيحة وهي المطلوبة يعني عندنا يقول اكتب نصا باللغة السليمة تتحدثوا بي عن حقيق العلاقات تجمع بين أفراد الأسرة وأنا ذكرتها في الوضعية مستخدما كمان استخدمت النمط السردي في الآخر كده أو في نصف الوضعية ذكرت هنا النمط السرد سرد قصة وموظفا للنعت الحقيقي أنا وظفت أكثر من نعت هنا عندنا اللون الأخضر ده كلها نعت نعود نعت حقيقي الكبير كبيرة القديمة الجميلة الواسع بشكل هنا واسع وأيضا العائلية الشيقة كلها هديئة نعت حقيقي والأفعال نجدها باللون الأورانج تغيرت نتجة نشأوا فرفضة يعني نجد أفعال مضارعة وأفعال مواضية أيضا نلتزم بعلمات الوقف علامات الوقف إحنا التزمنا بعلمات الوقف الفاصلة الفاصلة المنقوطة النقطة في نهاية المقدمة ونقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية المخاتمة ووضعنا بين الجملة والثانية والأخرى يعني وضعنا فاصلة أنا كتبتها باللون الأحمر كانت تظهر في الفيديو يا رب الفيديو يعجبكم عموننا اللايك لو أعجبكم الفيديو اعلموا جيدا أنا أقدم المساعدة ليس أكثر عموننا اللايك لو أعجبكم الفيديو كمان إثبت وجودك أو حضورك بالتعليق حلو للقناة صدلا وليس أمرا يلا مع السلام أراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه مع السلام إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا